السلام عليكم إذا طفلك انت قائب الأكل مع ما يأكل أي طعم أنت بتطبخيه وياع ما يأكل فقط أطعم جاهزة، نقرشات بسكويت، بطاطفة شو الحل؟ الحل شوف الفيديو التالي لحتى تعرف السبب والحل. بداية الأسباب في عدة أسباب لهذا الشيء أولا ليش الطفل بفضل هاي الأطعم الجاهزة والنقرشات وبيرفض أنه يأكل الطبخ يلي بتطبخه يا أمه بالبيت. هاي الأطعم الجاهزة والنقرشات هي عبارة عن سكريات فيها نسبة كتير كبيرة من السكريات وفيها مادة حتى اسمها مادة MSG أو المونوسوديوم غلوتامات. هاي المادة المونوسوديوم غلوتامات MSG هي مادة محسنة للنكهة. بضيفوها بالأطعم الجاهزة لحتى تحسن النكهة وتجعل الطعام اللي ماهو كتير طيب بيكون طعام كتير طيب فهاي المادة علما أنه هي مادة آمنة نوعا ما يعني إذا اتاخذت ضمن الحدود الطبيعية ولكن بتسبب ممكن إدمان عند الطفل على هاي الأطعمة بتسبب مثلا أنه الحب كتير كبير لهاي الأطعمة فبصير ما يتقبل الأطعمة المطبوخة بالبيت اللي أمه مثلا عملت له إياها. السبب التاني هو ممكن ناتج عن نقص ببعض الفيتامينات والعناصر الضرورية للجسم. فهو الطفل دائما عما يعتمد على هاي الوجبات السريعة عام يرفض تناول الأطعمة بصير في عنده نقص ببيتامينات بمواد معينة. هي بتسبب تغيرات بالمزاج مثلا بتسبب تغيرات بتخلي الطفل يرفض تناول هاي الأطعمة مثل مثلا نقص الزنك. الزنك تناول السكريات الكبيرة جرعات السكر الكبيرة بتسبب نقص بالزنك. ممكن نقص الزنك يسبب بيأثر على حاسة الشم والزوق عند الأطفال. فبخلي الطفل يرفض تناول هاي الطعامة المطبوخة بالبيت. ممكن كمان يكون في عنده نقص بفيتامين بي واحد. هذه الفيتامين بي واحد كمان بيأثر على السلوك بيأثر على الشخصية بيخلي الطفل أكثر حدودية للتعامل مع الأهل. ثالثا ممكن الطفل ما عنده اي مشكلة ولا عنده اي نقص بس ممكن هو بحب الاستقلالية. وغالبا بتصير مع الأطفال بداية إدراك لشخصيتهم فبصير بدهم يفرضوا هاي الشخصية على الأهل. فغالبا إذا الأهل عم يجبروه حتى بطريقة يعني كيف ما فيها يعني ما فيها تحبيب للطفل كأنه أنه بدك تاكل يعني بدك تاكل فهون الطفل بصير في عنده نوع من رد الفعل أنه أنا عندي استقلالي وأنا ما بدي أكل هذا هذا الأكل. ليس يعني رفضا للأكل وإنما رفضا للطريقة اللي عم يتقدم فيها هذا الأكل وحب للاستقلالية وفرض الشخصية. رابعا ممكن الطفل فعلا عنده حساسية تجاه طعام معين عم يجبروه أهله أنه يأكلوا. الأهل ما نمعرفانين أنه هذا الطفل عنده حساسية لهذا الطعام أو ما بيحبه. ببساطة فما بيتقبلوا الطفل مثلا مثل البيض. كثير من الأطفال عندهم حساسية للبيض وما بيتقبلوا ولكن الأهل بيعرفوا أنه البيض مفيد للأطفال فبضلوا بيجبروه على تناوله وهن ببساطة ما بيحبوه فممكن هون الأهل أنه يلاقوا بديل ثاني فيه نفس العناصر الغذائية ليقدموه لطفلهم. وراح احكي هلأ على الحلول اللي ممكن أنه تتبعيها مع طفلك لحتى تخليه يحب الأكل اللي أنت عم تطبخيه ويبعد عن أو يقلل من تناول الوجبات السريعة الجاهزة. الحل الأول هو طريقة تقديم الطعام للطفل. كثير مهم أنه ممكن إذا كان الطعام فعلا طعمت طيبية ولكن أنت عم تقدميه بطريقة يعني تحط له كسحن كبير للطفل فما رح يحبه. فإذا حبي أنه الطفل بالفعلا يقدم على تناول مثلا لنقول الخضروات والفواكه ممكن تخترعي طريقة جديدة بتقطيع على الخضروات والفواكه تقطعيها على شكل نجمي مثلا. فبيخلي هون الأطفال عندهم حماس وعندهم يعني دافع لأنه يجربوا هذا الشيء الجديد. هم الشيء نفسه ولكن عم تقطعي انت بطريقة جديدة عم تقدمي بطريقة جديدة محببي للأطفال. عمليهم مثلا التوست على شكل بالكتشاب رسمي لهم وجه بالكتشاب فممكن هني يحبوا يأكلوا هاي الأشياء المعمولة بشكل جديد. ثانيا كلي انت من نفس الأكل اللي عم تقدميه للطفل. يعني إذا عم تقدميه للطفل بهاي المرحلة كتير بيتأثر بخيارات الأهل. وفإذا لقى الأهل وعائلته كل ياتها عم تاكل من هاي الأكل وحاببته عم تقول واو هاي الأكل كتير طيبي وهيك. فبيخلي الطفل دافع عنده أنه يجرب الأكل اللي عم يحبوا أهل. وبينما إذا الأهل أو خاصة الأم قالت عن طعام ما نطيب فبصير الطفل كمان ما يحب هذا الطعام. ببساطة لأنه أمه قالت أنه ما نطيب وهو كتير بيوثب بخيارات أمه وبدو يتقمص شخصية أمه فبصير ببساطة يقول ما نطيب وما يأكله. فدائما الأكل اللي عم تقدميه للطفل كلي انت منه قبله فرجيه أنه هذا الأكل فعلا طيب. ثالثا كميات الطعام. إذا عم تقدميه لطفلك شي جديد وحابي أنه هو فعلا يجرب هذا الشي. ما تقدميه صحن بكفة عيلي. أدميه كمية صغيرة. إذا حب الطفل لحاله بيرجع بيطلب كمان. يعني كمية الطفل ممكن لما يشوف كمية كبيرة بده يأكله هو فممكن يخاف من الأكل. فقدميه كميات صغيرة من الطعام بتساعدوا أنه يأكل الطعام. رابعا كتير من الأهل بحاولوا خاصة الأمهات يعني إذا بدون يحفزوا أطفالهم لأنهم يعملوا شي معين بيقولون إذا عملتوا هذا الشي فنحن بنكافأك أنه منعطيك مثلا بسكويت أو منعطيك هذا الشي بيخلي الأطفال يأخذوا أكثر من حاجتهم من هاي السكريات وهي المواد وبيزيد أنه حبهم إليه. فبصيروا دائما بدهم منه. أما إذا حاولت أنه تكافئ طفلك بدل ما تعطيه أكل ممكن تكافئه بأي شي ثاني. مثلا ممكن تقدميه لهدية ممكن تاخديه مشوار مثلا أي شي. بس ما يكون دائما المكافأة للطفل هي أكل وحلوة. خامسا كتير من الأمهات خوفا على نظافة المطبخ وهني عم يطبخوا حتى ما بيخلوا أولادهم يقربوا على المطبخ ولا يشوفوا تحضير الطعام ولا شي انه خلص الأكل بنحط قدام الطفل على الطاولة وبيأكلوا. بهي الحالي ممكن الطفل ما يتقبل الطعام. بينما سدقيني إذا شارك الطفل بإعداد الطعام حتى لو عطيتين مهمات جدا بسيطة حتى لو توصخ المطبخ شوي ما أنا مشكلة. مثلا شارك بإعداد الطعام شارك بجيب الأغراض. فهذا الشي بيولد حماس أنه يأكل هذا الأكل. سادسا ما تجبري الطفل على طعام هو ما بديه لأنه الإجبار كتير بيخلي الطفل يزيد عناده. يعني إذا كان عما يقول على شغلة أنه ما بديه يأكله بصير بيعاند أكتر إذا لقى الأهل دائما عما أنه بدك تأكل هاي بدك تأكل هاي ودائما عما يفرضوها عليه فبيبطل أنه يأكلها. بعدها أنه ببساطة بس أنه حطيها للأكل وكلوا منها أنتو حتى ما تقولوا له إلي وياكل. فممكن كتير أنه هو يجرب وياكل حتى من دون ما تجبري أنه يأكل شيء. أنت فقط حضر الطعام وحطيه. يعني إذا كان جوان وإذا متقبل هذا الطعام رح يجي لحاله وياكل. في كتير أطفال عندهم عناد إذا لقوا الأهل عما يجبروهم على شيء ما ببعدوا عنه ما بيعملوا. آخر الشيء اجعالي وقت الطعام هو وقت فعلا فقط لتناول الطعام. يعني مثلا ما تلهي تحاولي أنه تلهي الطفل بملاهيات مسلسلات مثلا أفلام فيديو أي شيء يعني حتى بس أنه تلهيه وياكل هذا الشيء غلط. هذا الشيء بالمستقبل رح يسبب له أنه سمني رح يسبب له أنه يأكل وما يحص على حاله أصلا شو أكل. فخلي وقت الطعام هو وقت فقط لتناول الطعام. يخلي يركز على الوجب اللي عما يعطيها للأمهات اللي عما يعانوا أنه أطفالهم ما عما يأكلوا أي طعام عما يقدمولهم. وكمان إذا بتكن تعرفوا حابين تعطوا أطفالكم فيتامينات ومعادن وفاتحات شهية. فممكن تشوفوا الفيديو اللي نزلته على قناتي على اليوتيوب. نزلت فيه أهم أنواع الفيتامينات والمعادن اللي مناسبة للأطفال. وكيف تعطوها وكمان فيه أمثلة عن منتجات موثقفية كمكملات غذائية للأطفال. ممكن تتابعوا الفيديو على اليوتيوب وتشتركوا بالقناة. سلام.